أهلاً بكم يعد الثوم من أقدم النباتات المعروفة عند الإنسان وكان له شهرة واسعة في الحضارة المصرية لقدرته الهائلة في تقوية جهاز المناعة وعلاج العديد من المشاكل الصحية وكان يتم استخدام الثوم وإدخاله في العديد من الأطعمة للوقاية من الإنفلوانزا والميكروبات ومنعاً من انتشار المرض بين الناس خصوصاً في فترة الانتقال بين الفصول بتحليل الثوم وجد أن المائة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 60% من وزنه ماء وحوالي 25% زيوت طيارة و6 غرامات بروتين و10 ملي غرام دهون والكثير من الأملح المعدنية مثل الكاليسيوم حوالي 30 ملي جرام والفصفور حوالي 25 ملي غرام ومن الحديد 1.5 ملي غرام و13 ملي غرام من فيتامين سي يحتوي الثوم أيضاً على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين بستة وفيتامين بواحد وقد ثبت بأن الثوم مطهر شديد التطهير ويساعد في طرد الديدان الشريطية من الأمعاء إن الماء جرام منه تعطي للجسم حوالي 145 سعراً حرارياً إن أكل الثومي ينقي الدم من الدهون ويقتل المايكروبات نقدم اليوم لكم معلومة سحرية عن فائدة قشور الثومي ببساطة نقوم بوضع كمية من قشور الثومي في وعاء من الماء الساخني داخل المنزل لمدة ساعة واحدة حيث أن البخار الناتج عن قشور الثومي يحتوي على مركبات نباتية من ناحية النشاط المضد للتأكسدي والمضد للبكتيريا قشور الثومي مع الماء الساخني له تأثير سحري ويمكن تلخيص أهم هذه الفوائد معقم للجو والأسطحي في إحدى الدرسات الهندية المستخدمة في تعقيم الهواء عن طريق التبخير أكدت قدرة القشور الثومي مع مركبات نباتية أخرى على تعقيم الهواء والأسطحي في المستشفيات بفضل احتوائها على مركبات كبريتية مثل أليسن وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي أدى تبخير قشور الثومي في أحد المستشفيات إلى خفض نسبة البكتيريا الموجودة في الهواء بشكل ملحوظ أدى اكتشاف قدرتها على تطهير الهواء إلى ملاحظة أن قشور الثومي قادرة على تعقيم الأسطحي من أنواع البكتيريا المكورة العنقودية المقاومة للمضد الحيوي في سيلين وهي المسبب الرئيسي للتلوث في المستشفيات يمكن لقشور الثومي بسبب وفرتها ورخصي ثمنها أن تكون وسيلة فعالة لعلاج التهاب الحلقي وجهاز التنفس مضد لنمو البكتيريا جاء في دراسة نيجيرية أن إضافة مستخلص قشور الثومي إلى لحم البقر المطبوخ كان له نشاط مضد للتأكسدي ومضد للبكتيريا مما يعد استخدامه كمادة طبيعية لمنع نمو البكتيريا في الغذاء مع مواد أخرى فعالة وبذلك يمكن الاستفادة من قشر الثومي في استخدامات غذائية مفيدة بدلا من لقائه في القمامة مكمل غذائي ومضد حيوي للدجاج البيض جاء في بحث في دورية جامعية اندونيسية أن إضافة رؤوس الثومي ومسحوق قشرها إلى غذاء الدجاج البيض كان بمثابة إضافة عضوية أدت إلى تحسين جودة البيض الخارجية والداخلية ويمكن أن تكون مضادا حيويا بدلا من المضادات العادية عند استخدامها بتركيز معين الوقاية من انتشار العدوى وقتل البكتيريا يمكن لقشور الثومي أن تمنع من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء كل ما يجب فعله أن تعرض غرف المنزل إلى بخار قشور الثومي يفضل تكرار هذه الطريقة مرتين على الأقل في الشهر لحماية المنزل من انتشار الفيروسات والبكتيريا التي قد تتسبب في ظهور الإنفلونزا نتمنى لكم الصحة والعافية أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر